حينما عبر المواطن الديجيلي عن حاجته الضرورية لوجود مستشفى في القضاء أبدى رئيس المجلس المحلي لقضاء الديجيلي أسفه لعدم اكتمال المستشفى بسبب توقف العمل فيه منذ فترة طويلة وكالعادة تصدرت قلة التخصيصات المالية قائمة أسباب الإيقاف حقيقة بالآن الأخيرة أنه نشاهد مناشادات للمواطنين عن موضوع مستشفى 40 سرية في قضاء الدجيل لكن حقيقة لليوم نحن نأسف أنه لم يحقق على أرض الواقع أي شيء لم ترسل شركة حتى كتاب رسمي لم يرسل لكن شفنا الجعجعة في وقتها والسادة المسؤولين كل من يكتب ويقول الآن جبت الوافقة وصارت حتى مشاكل بهذه الكلبة لكن اليوم نشوف كل هاي الأصوات خفثت ولم تتطرق على موضوع المستشفى ولم تناشد حتى بالإعلام اليوم نحن من خلال قناة صلاح الدين الناشد السيد محافظ صلاح الدين ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين وأعظام مجلس محافظة صلاح الدين الالتفاتة الكريمة إلى قضاء الدجيل والذهاب إلى رئاسة الوزراء قائم مقام قضاء الدجيل أكد لقناة صلاح الدين الفضائية أن الكثير من المشاريع الخدمية توقفت في القضاء كبناء المستشفى وإكمال مشاريع المجاري والمياه والكهرباء مناشدا المسؤولين في المحافظة باستكمالها الدجيل يعاني من ضعف الخدمات وتوقف كثير من مشاريع اللي هي شنا مخططين أنه تنشيط البناء التحتية لذلك ناشد المحافظة بشكل خاص إلى أنه تدعم هذا الميزانية القضاء من أجل أنه انكمل المشاريع خصوصا المجاري والكهرباء ومشاريع الماي الحقيقة توقفت عندنا مشاريع كثيرة هذه المشاريع بحاجة إلى أنه نواصل إكمالها من أجل أن نعيد الحياة إلى قضاء الدجيل القضاء الدجيل من أقضي اللي تعرضت إلى الدماء بينما يمر هذا المستشفى بسبات في مشروع إكماله بسبب إيقاف العمل فيه منذ فترة طويلة أكثر من علامة استفهام حول توقف المشاريع الحيوية هنا في قضاء الدجيل وتساؤلات كثيرة من أهالي القضاء عن دور من يمثلهم في مجلس المحافظة من قضاء الدجيل لفضائية صلاح الدين علي البلداوي